مطار دمشق الدولي الذي بات يحتضن سوقاً سوداء داخله بشهادات مسافرين فضلاً عن حوادث الابتزاز وسرقة الأمتعة وكل التجاوزات التي تحصل بحق من يمر من خلاله هو الآن أحدى المنشآت التي يقرر النظام إدخالها إلى خريطة الخصخصة كما تسمى حيث أعلنت صحيفة البعث عن نية حكومة الأسد منح إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لشركة خاصة بنسبة تصل إلى 49% مصادر من وزارة النقل ساقت تبريراتها بشأن هذه الخطوة بأنها ضرورة حيوية نظراً للظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني لافتة أن الشركة الخاصة التي لم تفصح عن اسمها ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني كتنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات وأمور عديدة أخرى مدعية أنه لن يتم التخلي عن أي من الكوادر العاملة في المطار حالياً ليس من باب التحليل بل من باب قراءة الوقائع يميل نظام الأسد لا سيما خلال السنوات الأخيرة إلى تقسيم أصول الدولة وقطاعاتها بين أيدي محلية وأجنبية ويعمل على تغيير الواجهة الاقتصادية التي كانت تشاطره الأرباح والاتجاه نحو القطاع الخاص على أساس التشاركية معه في تقديم ما هو واجب على الدولة منحه لمواطنها في مجال الاتصالات والطاقة والتعليم وأيضاً قطاع النقل وفي معظم الأحيان عند البحث عن الطرف الثالث الخفي في هذه المعادلة نجده أما قادماً من طهران أو من دمشق بتعيين من القصر الجمهوري ترجمة نانسي قنقر